تصعيد غير مسبوق تعيشه جبهات شمال سوريا من إدلب إلى حلب بعد هجوم لمسلحي هيئة تحرير الشام استهدف نقاط الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي في قرى السمكة والتحوى أبو جريف الواقعة إلى الجنوب الغربي من مطار أبو الظهور العسكري هجوم بدأته هيئة تحرير الشام واعتمد على التسلل والصواريخ الحرارية من نوع تاول أمريكية وشكلت مدينة معارة النعمان منطلقا للهجوم الذي أدى إلى استشهاد العديد من جنود الجيش السوري إضافة إلى عشرات الجرحى الهجوم أنهى الهدنة المعلنة قبل أسبوع في المنطقة ما يمهد لعودة المعارك إلى الجبهة التي تعتبر جزءا من منطقة خفض التصعيد المقررة في اتفاق سوتشي والممتدة من جنوبي حلب إلى خان شيخون في ريف حماس شمالي على طرفي الأوتوستراد الدولي بعمق يصل إلى 20 كم منطقة خفض التصعيد تتضمن مناطق أهمها معارة النعمان وسراقب في ريف إدلب إضافة إلى ريف حلب الجنوبي عند العيس وخان طمان وصولا إلى ريفها الغربي والشمالي خرق الجماعات المسلحة لاتفاق خفض التصعيد وصل إلى مدينة حلب فالجماعات المسلحة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية 2019 وصولا إلى الشهر الحالي كثفت من قصفها للأحياء السكنية غرب المدينة بقبائط صاروخية أودت بحياة العشرات إضافة إلى مئات الجرحى من المدنيين إسقاط الهدنة من قبل الجماعات المسلحة يفتح الباب أمام عودة المعارك إلى ريف إدلب الجنوبي على محاور أبو الظهور وصولا إلى سراقب ومحور ججناز وصولا إلى معارة النعمان في حين ينتظر أن تبدأ معركة تأمين محيط مدينة حلب من ثلاثة محاور أهمها محور الريف الشمالي من الطامورة وباشكوي وصولا إلى عندان وكفر حمرة ومن الحاضر إلى خان طمان ومنها إلى خان العسل وصولا إلى تأمين الريف الغربي للمدينة